يا جماعة والله المسألة آمنة آمنة ليه؟ بص هتيجي تقول لي يا عم يوسف انت بتقول كده السينت خدت صينه فارماسيني طيب وماذا عن الأسترازينيكا انت مشوفتش حصل ايه في بريطانيا وحصل ايه مش عارف في ألمانيا وحصل ايه في ترتانيا هجي هسألك بس السؤال هو سيادتك عارف فيه كام لقاح أسترازينيكا تم إنتاجه ده واحد وكام لقاح أسترازينيكا تم حقنه ايه فيه كام بني آدم مواطن عالمي مواطن دولي في العالم في دول العالم الحر تم حقنهم بالأسترازينيكا ده فوق الـ 25 مليون بني آدم عايز تقول لي انه والله العظيم لحسبها لك يا أخي عايز تقول لي انه لو افترضنا جدلا والعدد مش كده العدد أقل 500 على 25 مليون ويزيد قول 25 مليون لا يا عبدالله مش قصر لازم أعمل حسبة دي 0.002% جالهم تجلطات بالمناسبة هي النسبة كمان أقل لأنه يعني الناس عملا بتاخد اللقاحات بشكل أكتر من كده مش عايز حضرتك تقلق لو انت قلقان جدا بتعمل تحليل عشان تتأكد والله أنا رجل جسميا فيه استعداد لك الجلطات من عدمه بتاخد التحليل بتاعك وبتروح على المكان اللي حضرتك حجزت فيه لتلقي اللقاح وبتدي لهم التحليل بتاعك تمام السلام عليكم خلص شكرا ودمتم شكرا